ومين فينا محبش وتحب كلنا واللي لسه محبش هيحب واللي متحبش هيتحب الحب ده جزء من مكونات الإنسان يعني ويمكن الاربع خمس سنين اللي فاتوا احنا كحورنا كحورة خليتنا نسينا شوية مشاعر الحب دي عشان كده مع كل الأجيال هتلاقوا ظاهرة واحدة متكررة كله وحش الحب كله حاسس انه مشاعر الرئيقة الطيبة الهادية بعدت شوية وبيحاول يجيبها من أي حتة كده طب احنا فكرنا ليه ما نفكرش الناس ونفكر رفسنا بالحب مين اللي ممكن يفكرنا بالحب طبعا الفن ومين اللي دايما بيترجم أفكارنا المجنونة حد رومانسي كده خلقته رومانسي يعني هو نزل رومانسي كده الماسترو محمد عثمان انت دايما بيترجم مش رومانسي أفكارنا ماسترو دي على نعمل وتقوم يلا ونخش في بروجيكت فضيعة ايه وانت رومانسي انت حديثت علي لا 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 خالص بالله بس تمام انت مش متجوز المدامة عن الحب اكيد طبعا طيب اكيد ومش هي النهاردة بعد شاء هذا البروجيكت اللي قعدته بقالكو فيه قد ايه حوالي ثلاث شهور النهاردة هي كتبالك نص النوة عشان تساعد كلها كمان انا بفنش بس يا حبيبتي الله ما صلى عننا بربنا يحميكم انتوا جوزتوا بعد ازاي بقى على حب حبيتوا بعد ازاي في الجامع في الجامع اه وبعدين جوزنا ايه ده خلاص كده لا والله يروحت الباباها وكنت مرعوب جدا الله يرحموه قال لي تمام انا موافق يلا بينا شوفها تكتابوا الكتاب كنتش بعمل اي حاجة ساعتها طب مين اللي قال التاني انا بحبك الاول اكيد انه طب اكيد انت يعني هي ما عندتش تعمل شوات حاجات كده الاول فانت وانا الاول طبعا عملت شوات حركات عشان اوقعها اه الكمان جا ومش عارف ايه وش ويتندول بس تمام طب افرد ان هي اللي كانت تعمل لك كده وراح اتعيل لك انا بحبك كنتها تقبل برضو ولا اكيد من كنتش حد بيسأل فيها يعني اكيد هي الوحيدة اللي وافقتها لا انت يا حبيبي ده انت امر ربنا ربنا يخليك يا رب ويخليلكوا بناتكوا اللي زي الامر ربنا يخليك يا رب انت تجننت ده كالعادة يعني جنان وفعلا والله العظيم انا عمري ما شفت حد زي مستر محمد عوثمان ده ربنا يخليك يا رب الفكرة بتنور في دماغه وبعدين بص ان لقينا رحنا داخلين في مشروع بجد ما يتعملش الا في صحبة السعادة اكيد طبعا لما تحمست معانا للمشروع انت بيبقى ليك فيجين كمان غير فيجين التيم بتاع صحبة السعادة يعني وبتبقى عارف حتى كل الكتف منين يعني احنا الوقت عايزين نتكلم عن الحب فانت عملته ازاي يعني التصميم كان ازاي اول حاجة فكرت فيها بعد طبعا لما مراد وفاق بصول الموضوع يعني فكرت كل عصر كانوا بيعبروا عن الحب فيه ازاي بس يعني طبعا هم كانوا مراد وفاق كانوا فتنين لي على الفكرة هيعملوا ايه وهينفزوها ازاي وكده فده الدني طبعا تخيل تاني خالص يعني انا كنت رايح في اتجاه بقى الرومانس ومش عارف ايه وفتاعه وحب لكن لما هم قالوا لي هيعملوا ايه عشان مش عايز اقول مش عايز احرق فانا رايح في الاتجاه ده ابتديت افكر كانوا بيحبوا بعد ازاي في كل حكبة زمنية يعني او في كل كم سنة وسبحان الله الموضوع مش كده يعني استغربت في السكة من حاجة حب ايه ده يعني حب غريب لا ما استغربتش بس اكتشفت حاجات يعني اكتشفت مثلا ان فيه عصور معينة او اوقات معينة كان الدنيا كلها شكوى كان الدنيا كلها بيشتكوا وبتاعه وعذابه واكتشفت ان فيه طريقة في المزيكة نفسها ان مثلا في الاربعينات لقيت الموضوع فيه ناس كانت سابقانة بمثين سنة مش بميت سنة واكتشفت زمان قوي يعني زمان قوي ده اكتشفت ان احنا بنحب اللي احنا قدرنا نلاقي له تاريخ من سنة تمنمية واربعين يعني من مية وخمسين سنة ولا اكتر ما حصلتاش دايما برضو لما نتكلم في الرومانسية كده ما عافش ليه نقوم اول افكار تجيلنا هايدي ومحمد عباس شكلهم يا اخ رومانسي ما تفهم حبهم للجمهورهم وجمهورهم عشقوا ليهم وهم زواهر لتنيل حقيقة ظاهرتين غريبتين يعني فسعدوك بقى وكان اختيار صائب يعني اه جدا وبيحبوا الشغل وبيسمعوا الكلام وبيقولوا الاراء بتاعتهم وبيبتدوا يمكسجوا الموضوع مع بعضه والمرة دي فعلا تعبوا جدا تعبوا جدا في الفراجر كله تدريبه كله مرانه كله ساقل للموهبة يعني وكانوا شايفين بقى الموضوع يعني الخبرة كما ابتدوا ويبقوا عندهم الخبرة بتاعت ان هما شايفين الموضوع قدام هيبقى عامل ازاي كبروا حبيبي اه اه الحمد لله جدا يعني وفرحان بيهم جدا المرة دي شكرا